بمدينة التنطان تتواصل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في صفوف الأمن الوطني وقد شرعت المنطقة الإقليمية للأمن بالتنطان بتلقيح أفراد الشرطة البالغين من العمر 45 سنة فما فوق التابعين لمختلف المصالح الأمنية بتنسيق مع المصالح الصحية والمصالح الولائية التابعة لولاية أمن العيون ذلك باعتبارهم من العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا شرعت المنطقة الإقليمية الأمن بطنطان في تلقيح الموظفين التابعين لمختلف المصالح ديالها وهذه العملية كتم في إطار احترام وحل بروتوكول صحي بين السلطات الصحية والمصالح الصحية الولائية لتابعة الولاية أمن العيون وتتم في ظروف جد عادية وبإقبال من طرف الجميع الموظفين اللي كتبلغ العمر ديالهم 45 سنة فما فوق وله حاليا الأمور عادية جدا وقد تم تجديد أزيدا من 400 إطار طبي لإنجاح حملة التلقيح بجهة جلميم وأدنون على مستوى 90 مركزا مخصصا لهذه العملية 40 منها بإقليم جلميم خاضرة الجهة